استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب أخرون في قصف للاحتلال المتواصل على أنحاء متفرقة في قطع غزة جوا وبحرا وبرا وذلك في اليوم الأول بعد المئة من العدوان الإسرائيلي وأفادت وكلات الأنباء الفلسطينية باستشهاد سلسة وثلاثين مواطنا من بينهم أطفال ونساء وإصابة العشرات جراء قصف الاحتلال لعشرات المنازل في مدينة غزة كما شهدت عدة مناطق في خنيونس جنوب قطع غزة وفي مخيمي البريج والمغازي في وسط القطاع قصفا مدفعيا مكسفا من جانبه وصف المتحدث باسم الهلال الأحمر الأوضاع في قطع غزة بالكارسية بسبب البرد الشديد وظروف النزوح